اشتركوا في القناة شهداء والجرحة لكن نستطيع ان نجزم انهم بالعشرات هناك اكثر من خمسة شهداء في كفرنبل وحدها وعشرات الجرحة هناك شهداء في بلدتي حاس وكفررومة هناك شهداء في معرة النعمال الطيران الحربي الان ما زال يحلق في الاجواء لا ادري ان كانت الكاميرا تستطيع التقاط الطيران الحربي لا يكفى ابدا عن التحليق ربما يحاول ان يعود ايام هذا هو اول ايام التي كانت هي صح بعد عدد ايام غيوم ومطر يحاول الان الطيران الحربية استكلب بالتعويض العمليات فتح الشوارع ما تزال مستمرة حتى هذه لحظة من قبل عناصر الدفاع المدني خلفي تماما حافلة كانت تنقل بعض المواطنين السوريين تم استهدافها ايضا بغارة جوية مما ادى لاستشهاد وجرح من كانوا بداخلها وتهدم او تعطل الحافلة بشكل كامل نتيجة القصف اذا الدمار في كل مكان لا يميز بين منزل مدني وحافلة تسير في الشوارع بين فرن وبنك دم الطيران ما زال يحلق حتى هذه اللحظة وينفذ عدة غارات جوية قام الطيران المجرم بقصف وسط المدينة بالغارة الاولى وفريق الدفاع المدينة عم يشتغل في الغارة الاولى قام بقصف منطقة تانية من وسط الدعم القسم الشمالي كمان محل خضرة ادى الى سقوط عدد كبير من الجرح والشهداء وفريق الدفاع المدينة والاسعافية عم تنقل الشهداء والجرح على المشافي تم استهداف مشفى اوريان بصواريخ فراغية ايضا ما فيه احصائية اولية لعدد الشهداء والجرحة؟ احصائية ولي ما فيه فيه شهداء شلنا شهداء وجار حكير تعبت المشافي والجوامع لا تكن العفية رب